تقرير يا سيدي تقرير يا سيدي هو كشف لكل الأحداث التي مرت خلال سنة من منظور من رؤية الأمم المتحدة لذلك ننتظر دائما هذا التقرير الذي يفصير في كثير من القضايا خصوصا وأنه منذ تطهير معبر الجرجالات كان هناك خطاب لدى الطرف الآخر سواء لدى الحاضن أو المحضون الذي يكتر من المعطيات والتدخيم للأحداث التي تقع شرق الجدار فتقرير له أهميته من حيث نقل الواقع كما رأته المينورسو وكما عينته المينورسو وذلك له أهمية تقرير دائما مكون من ثلاث أجزاء الجزء الأول هو المرتبط بالأحداث الميدانية ما وقع في الميدان سواء شرق الجدار أو غرب الجدار كل ما جرى خلال سنة واتقته المينورسو بالمستويات إن تقول بعد مرة أنها عاينت سامعت أخذت عنه فهذه الأشياء لها أمنيتها في إدراك القرب من رسل هناك حقيقة ولكن القرب من الحقيقة كما جرى الجزء الثاني أو المكون الثاني مرتبط بالعملية السياسية هو الذي دير مطيله عنوان ديال القضايا السياسية التحولاتها وهو المرتبط بتحرك ديمستورا هذه المقاربات المبعوط الأمميين المبعوط الخاص للأمي العام هناك الممتل الخاص لمستقر في العيون هناك المبعوط الخاص هو ديمستورا ف ديمستورا في هذا الجزء الثاني تحدث عن العملية السياسية عن موقف الأطراف كلها الأربعة من العملية السياسية من منظور ماذا تريد على مستوى المقاربة المقبلة فيما يخص الوصول إلى ما جاء في قرارات مجلس الأمن من الوصول إلى حل سياسي وليس استفتاء الجديد في هذا التقرير أنه يحيل إلى الحل السياسي من خلال العودة إلى قرار مجلس الأمن 2018 بمعنى الأطراف الأربعة يعني رغم أن ديمستورا في هذا الجزء السياسي يحاول أن يعطي مقاربة إضافية أو جديدة بالإضافة إلى المقاربة التي تم توضيفها منذ 2018 ولكن الأساس هو هناك أطراف أربعة المكون الثالث وهو الذي يأتي في الباب الثامن من خلال ملاحظات وتوصيات هي المخصصة للأميل العام أميل العام لما يطلع على تقرير المينورسو لما يطلع على تقرير ديمستورا يقوم بعملية تركيب لهذه المكونين ويقدمه في باب توصيات ملاحظات وتوصيات تقرير يحتوي على 103 فقرات موزعة على 8 أبواب وتوزيعه عادي لكن هناك جديد جديد على مستوى أولا كل ما قيل كل ما كتب كل ما تم النفخ فيه من لدن إعلام الحاضن والمحضون الحاضن للانفصال والبوليزاريو على مستوى العمليات التي تجري شرق الجدار فالتقرير يؤكد على أن هناك محاولة لإطلاق نظار على الجدار ولكن عسكرياً القوات المسلحة الملكية حاسمت في الأمر يتحدث أيضاً عن ضرب درونات لهذه التسربات التي تأتي من الشرق والجميل في التقرير وهذا رسالة أن القوات المسلحة الملكية كانت تحرص عناصر المينورسو في الوصول إلى المناطق التي يقال لأنها تم استهدافها من لدن البوليزاريو وتبين للمينورسو أليس هناك أطر عسكري كبير قوي ظاهر في هذه المنطقة أي الجدار الأمني العازل بين شرق الجدار وغرب الجدار هذا يفند كل الطرحات كل تشير الذي يمارسه إعلام الدولة الحاضنة للانفصال وانفصاليين أدن البوليزاريو خرقت وقفة إطلاق النار لمن سحبت في نوفمبر 2020 بعد التطهير مع برل جرجار مسألة وقف إطلاق النار أو قرار وقف إطلاق النار يجب انتباه هناك أخطاء ترتكبها وسائل إعلامية مغربية أو دولية فيما يخص وقف إطلاق النار المغرب لم يوقع أبدا وقف إطلاق النار مع البوليزاريو عكس ما يشع ويقول أن هناك خرق وقف إطلاق النار من لدن المغرب أو من لدن البوليزاريو اتفاق وقف إطلاق النار ما جرى أنه في البوليزاريو 1991 المغرب أيضا أجاب الأمين العام في 11 يونيو 1991 فإذا هو وقف إطلاق النار بقبول اقتراح الأمين العام وليس اتفاق فيه نقاط وفيه كذا وفيه بروتوكول وفيه وفيه لأن المغرب لا يعترف بالبولزاريو لن يوقع مع وقف إطلاق النار فالتقرير يؤكد على انسحاب البولزاريو من قرار وقف إطلاق النار ويطالبها بالعودة إلى وقف إطلاق النار بمعنى يطالبها بقبول وقف إطلاق النار برسالة جديدة إلى الأمين العام فإذا هي ضغط من الأمين العام على البولزاريو المقابل وهذا المراحض في هذا التقرير هناك صور متناقضة نقرأها سياسيا من هذه المئة وثلاث فقرات أولا على مستوى الوضع شرق الجدار وغلب الجدار غلب الجدار هناك أمن هناك استقرار ليس هناك تهديد لمينورسو شرق الجدار هناك عرق لنعمل لمينورسو هناك تهديد لمينورسو هناك منع تموين مقرات الأربعة شرق الجدار تابعة للمينورسو هناك رفض للقاء أعضاء المينورسو في تندوف ويصرون على مقابلة المينورسو في بيرلحلو والأمم المتحدة ترفض ذلك لأنها تعتبر شرق الجدار هي منطقة تدخل في إطار الاتفاق العسكري رقم واحد فإذن الأمم المتحدة لوجيك في موقفها الصورة التانية فيها التناقض شرق الجدار هناك وضع أمني غير مستقر حتى بنسبة الأعضاء المينورسو هناك في المخيمات تندوف وضع سيء كاريتي جدا تقارير أو الفقرات دي الأمين العام في الباب التامي التي تبدأ من الفقرات 89 إلى 103 فيها عدة فقرات منطبطة بالوضع الأمين العام يقول عسى أنا أو أنت أو أي موقع مغربي أو أي طرف مغربي هذا الأمين العام المتحدة يقول بأن الوضع كاريتي على مستوى الأمراض على مستوى قضية الأمن الغذائي على مستوى النساء على مستوى الفتيات ويقول أن هناك صناديق أو منظمات أم المتحدة هي تتكلف بالأمن الغذائي بالدواء بالتطبيب بالشرب إلى غير ذلك فكما جاء في تقارير سابقة الأمين العام دائما تقولنا بأنه 92% من حاجيات سكا المخيمات تتكلف بها الأم المتحدة هذا يبين الصرقات التي تقع التي يكشف عنها بين فينا وأخرى ويمتل أيضا دور دولة الحاضنة لأن المسؤولية السيادة مرتبطة بالحكومة بالدولة الجزائرية فيما يخص تأمين تقول أنهم لاجئين لم تسمح لمفاوضة العليا للاجئين بإحصائهم لا يريدون معرفة من هم هؤلاء سكان المخيمات علما أن هناك هجرات من المنطقة من منطقة الساحة والصحراء هناك إشكالات لدى هؤلاء السكان والمغرب طرح هذه نقطة غير ما مرأة مع الأمي العام من هم هؤلاء السكان أصولهم لأنه قضية عمر صحراوي الذي اختطف إسبان في 2009 بين الواكشوت والنواديبو تبين أنه يحمل بطاقة الجزائرية بطاقة مالية بطاقة موريطانية وبطاقة البوليزيو يعني أن هناك هؤلاء الناس يأتون من عدة أماكن هناك انتخابات الأخيرة في الموريطانيا كان هناك لجنة قالت بأنه عدد من سكان المخيمات يصويتون في الانتخابات الموريطانية سواء في الزوارات أو في نواديبو فهناك إشكال من هؤلاء أنا أتملك التنقودية للصوار في غربي الجدار التقرير يؤكد على أولاً استقرار الأمن على تنمية اقتصادية اجتماعية سياسية بمشاركة السكان في الانتخابات الأخيرة وأنه قابل المنتخبين يؤكد على المشاريع الكبيرة حال تزني الطريق تزني الدخلة الميناء الأطلسي الدخلة الأطلسي بمعنى آخر الصورة التي لدينا غرب الجدار هناك استقرار أمني هناك تنمية اقتصادية هناك تنمية اجتماعية هناك في تكلم عن البنية التحتية ديال الطب ديال المشفيات ديال المدارس للجامعات الآن في غير الصورة الأخرى المناقضة اللي هي شرق الجدار وفي المخيمات ويؤكد أيضا على تعاول قوات المسلحة الملكية على قبول المغرب دائما تمسكه بقرار وقف إطلاع النار وعلى أساس أنه القضية المتعلقة بالحل السياسي المغرب دائما قابلة كل قرارات الأطراف الأخرى رفضت القرار منها قرار 26-54 ديمستورا ديمستورا تجاوز 70 سنة لو تجربها في سوريا في العراق في أفغانستان ديمستورا يلعب على كل الحبال فإذلك نرى جوتيريس عندما تم تعيين ديمستورا طلب باحترام قرارات وقف إطلاق النار وبمقاربة الأمم المتحدة فيما يخص الأطراف الأربعاني أن الجزائر ذكرت أكثر من 20 مرة في التقرير وركزا على ما تقول جوتيريس بالخصوص في الباب الثامن ربط الحل السياسي بشيئين ربط الحل السياسي بالعودة إلى التراكم الحاصن منذ 2018 بمعنى منذ جاء جوتيريس إلى الأمان العام للأمم المتحدة وتمقاربة دي الأطراف الأربعاء وربطه وهذه رسالة إلى الدولة الحاضرة من الإنسان ربطه يا صديقي بتوتر العلاقات بين المغرب والجزائر وأن لها تأثير على الحل السياسي فإذن ديمستورا طرح فكرة جديدة وهي اللقاءات تنائية في انتظار الموائد المستديرة لكن الخطر هو أن يتحول الجزء إلى كل أن تتحول تحركات ديمستورا استراتيجية أو تاكتيك فيما يخص تحريك هذا الملف بالاعتماد على وهذا ما سنلاحظه في السنة المقبلة الاعتماد على اللقاءات التنائية لأن الدولة الجزائرية ترفض وتقول بأنها هي ملاحظة من بعيد في حين أن كل وطائق المتحدة منذ 31 أكتوبر 1975 إلى يومنا هذا تبين أن الجزائر الدولة الجزائرية النظام الجزائري طرف أساس وهذا ما يؤكد عليه الأمين العام فديمستورا هل سيضع مقاربة التي طرحها جوتيريس منذ 2018 لممتلها الخاص لأنه ويمتل أمين العام وممتل الخاص لأمين العام أم أنه سيدخلها في سبات عميق ويتحرك في إطار هذه العلاقات التنائية فأعتقد هذه أن المغاربة والناس الذين يبحثون عن استقار في المنطقة أن ينبه ديمستورا إلى أنه مسألة اللقاء التنائية هي مدخل هي استهلال للعودة إلى الأطراف الأراضي